تغنى بالقرآن وحي السمر ربا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإلى هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعدلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال كائركم عند الضغاء بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رغي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتننه وأهلها ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانطر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم صاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يردون ولوطن إذ قال لقومه أتتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخذجوا آل لوط من قريةهم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قد قدرناها من الغابرين وأمضرنا عليهم مطرا فساء مطر ذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصفى أهل الله خير أم ما يشجئون